وطن منحازون للحقيقة نحن في كل عام طبعا لا جديد في أن جميع البنوك تقوم بحملات التوفير لكن ما لاحظنا ونحاول تغييره من نهج في هذه الحملة وأننا سنسعى لمحاولة اجتذاب من لأ من هم من خارج الجهاز المصرفي غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي لتحويل إدخاراتهم وتوفيراتهم إلى داخل الجهاز المصرفي جميع حملات التوفير تقريبا تركز على مبدأ الجائزة وقيمة الجائزة والجائزة جيد ومحفز جيد للتوفير لكن يجب أن لا تكون هي الغاية من التوفير هذا ما وصلنا له خصوصا أنه ما نلاحظ أن نسبة حسابات التوفير لا تتغير تقريبا بمعنى هي تنمو مع نمو الجهاز المصرفي لكن النسبة لا تزيد بمعنى أن حملات الجهاز المصرفي لم تنجح في تغيير سلوك المستهلي قد تنجح في اجتذاب عميل بنك ليتحول التعامل إلا بنك آخر وهذا ما لا نستهدفه في هذه الحملة في النهاية بالتأكيد نحن مؤسسة ربحية ونصحة لاستقطاب المزيد من العملاء لكن هناك عنصر عام في هذه الحملة وهو زيادة عدد المتعاملين مع الجهاز المصرفي تعزيز الشمول المالي وتحويل قاعدة التوفيرات من التوفير بالطرق التقليدية للتوفير داخل الجهاز المصرفي لأن هذا له منفعتين منفعة للفرد نفسه ومنفعة على مستوى الاقتصاد بشكل عام واليوم بتشوف في تفاعل مع الحملة يعني من المبكرة نحكم عليها تم إطلاقها من حوالي أسبوع لكن المؤشرات الأولية جيدة جدا ونعتقد أنه نحتاج أن نكون أكثر إبداعا في الوصول إلى الأشخاص اللي لا يتعاملون أصلا مع الجهاز المصرفي أن نشرح لماذا هو هذا مهم لا يدرك الكثير من الناس أنه التعامل مع البنك يعني حتى الآن نسبة الشمول المالي في فلسطين بين الماليين تقل عن 50% وهذا لا يتناسب مع مستويات التعليم في فلسطين لا يتناسب مع مستويات الدخول لإنترنت مثلا يعني هذا يناسب مجتمعات أكثر تقليدية من المجتمع الفلسطيني اللي يعتبر مجتمع فتي صحيح قد لا يدرك الناس الأهمية للشمول المالي على مستوى الاقتصاد وعلى مستوى الفرد وأنا نود أن نضرب مثالين على المستوى العام التوفيرات خارج الجهاز المصرفي هي تبقى أموال راكدة أموال غير مستفدة منها في الاقتصاد ولا تدخل في عملية في النشاط الاقتصادي في البلد لكن عندما تتحول هذه الأموال إلى وديعة في الجهاز المصرفي واحدة من وظائف البنوك هي ما يسمى خلق النقد وهو إعادة تشغيل هذه الأموال بحيث أن الدولار الموجود في الجهاز المصرفي هو ليس دولار لأنه يتم إقراض نسبة منه يتم استثمار نسبة منه وبالتالي هناك مستفيدين جدد يقومون بإداع جديد في البنوك وتدور الدورة فهذا مهم على مستوى الاقتصاد المستوى الآخر أنه لازال كثير من المواطنين يتوجه للبنك فقط عندما يحتاج البنك وينسى أنه هو بحاجة أن يبني تاريخ من العلاقة المصرفية حتى يستطيع أن يستفيد من خدمات البنك عندما يحتاجها فنجد الكثيرين ممن يقوم بإدارة أمواله خارج الجهاز المصرفي ثم يحتاج أن يكبر مشروعه مثلاً فيتوجه للبنك ليحصل على قرد ويفاجأ بأنه البنك يحجم عن تمويله ببساطة أن البنك لا يعرف تاريخه لا يعرف دخله لا يعرف تدفقاته النقدية لا يعرف مستوى نجاحه في إدارة أعماله لو كان يتعامل مع البنك أصلاً كان بنا هذا التاريخ الآن لماذا نتحدث عن حساب التوفير؟ بالعادة هي نقطة بداية علاقة العامل مع البنك والحساب الأبسط والحساب الأذي لا تطلب فتحه حد أدنى من الأرصد ولا يتطلب وجود أي عمولات بمعنى هو حساب مجاني بالمطلق فأنت عندما تبدأ تبني علاقتك مع البنك من هذا الحساب لمن يتخوف تطويره فيما بعد طبعاً وخصوصاً أنه لا يتطلب الكثير من الأوراق أو المستندات ولا يتطلب دفع أي تكاليف عليه في تصريح سابق لك مع الصحفيين قبل نحو أسبوع وتحدثت بأن كل دولار يدخل البنوك يتضاعف ويضخ في الاقتصاد الوطني ماذا كنت تعني بذلك؟ هو ما كنت أشرعه قبل خليل ألية خلق النقد وهي ألية معروفة للاقتصاديين الدولار عندما يدع في البنك البنك سيقوم بإعادة تشغيل هذه الأموال على شكل إما قروض أو على شكل استثمارات والطبع سيحتفظ بها مش من السيول المالية لمواجهة أي تسحوبات إعادة ضخ هذه الأموال ولنفرض أنه هناك من اتدخر لأن البنك هو وسيط مالي نهاية هو وسيط بأن من لديه فائض نقد ومن يحتاج النقد فإعادة توظيف هذه الأموال في تمويل مشاريع صغيرة أو متوسطة أو حتى كبيرة يخلق فرص عمل إضافية يخلق نشاط اقتصادي جديد ويضخ أموال جديدة في السوق سيعاد مرة أخرى إداع جزء منها في الجهاز المصرفي الذي سيعيد استثمارها مرة أخرى أنا ليس لدي رقم دقيق لنرى ما هي النسبة لكن نسبة إعادة تشغيل الأموال نحن نتحدث الآن على مستوى بنك بمستوى البنك الوطن نحن نتحدث أن حوالي 90% من الأموال المودة على لدينا موظفة داخل فلسطين وبالتالي نحن نتحدث أنه إذا كانت الوداء على لدى البنك الوطن رقم مميز كما 90% طبعا وهي بالمجمل لدى البنوك الفلسطينية عالية النسبة وارتفعت خلال السنوات الماضية بتشجيع من سلطة النقل عندما وضعت قيودا على التضيفات الخارجية وكان في السابق كان لدينا مشكلة نسبة الإقراض منخفضة للغاية الآن نسبة الإقراض تعتبر بحدودها المتوسطة إلى العليا إعادة تشغيل هذه الأموال يعزز النشاط الاقتصادي ويزيد حال يخلق فرص عمل يخلق استثمارات جديدة وهذه مثل كرة الثلج هي تتراكم وتكبر نتحدثت اليوم عن موضوع التوفير أديش نسبة حجم التوفير في البنك؟ من إجمال الجهاز المصرفي نسبة التوفير تتراوح خلال عشر سنة الماضية بين 23% إلى 25% الودائع هي حساب التوفير وهذه نسبة تعتبر جيدة لكن لازم نعتقد أنه يوجد خارج الجهاز المصرفي مئات الملايين إذا لم يكن من المليارات المدخرة على شكل نقد في الويود أو بوسائل أخرى لا نحاول أن نقول للناس التي تتدخر بطرق أخرى لكن أن تتدخر النقد خارج الجهاز المصرفي يحرم الاقتصاد ويحرمهم هم ويعرضهم لمخاطر بالنسبة للبنك الوطن النسبة لدينا تقل عن 20% والسبب أنه البنك الوطني خلال السنوات الأولى اللي نشأته ركز على الحسابات المؤسسات والحسابات المؤسسات العامة مثل الحكومة وعلى قطاع الشركات وحساب التوفير لا يخص هذه الشركات حساب التوفير هو بالأساس للعملاء الأفراد واللي هم مكانوش تركيز البنك في السنوات الأولى لكن منذ إطلاق حملة حياتي منتج حياتي الذي استهدف السيدات تضاعفت نسبة التوفير في البنك ونعتقد بأنه نجحنا في أن نضيف عملاء جدد أو عميلات في هذه الحالة جدد للجهاز المصرفي معنى أنه استطعنا من خلال هذه الحملة أن نقنع الكثير من السيدات أن تتحول من الطرق التقليدية إلى الطرق الأحدث في التوفير داخل الجهاز المصرفي وأبسط مثال كان السيدة التي فازت بالجائزة الأخيرة يا سيدة قامت بعمل جمعية مع سيدات أخرى ما يسمى بالجمعية له التوفير مشترك يعني وأودعتها في البنك دون البرنامج لم تكن لتكون نحن نعرف أنه ربما شجع هو الجائز ما نحاول أن نقوله في هذه الحاملة أنه هناك جائزة الجائزة موجودة موجودة إذا كان هذا هو رغبة الناس ستبقى موجودة لكن هي ليست السبب الأساسي للتوفير التوفير يجب أن يكون للأهداف المخصصة له والمفهوم المقلوب عند الناس البعض يعتقد بأنه التوفير هو لمن لديهم أموال فأنه وفائد حاجته يقوم بتوفيره الفكرة في التوفير هي العكس تماما أنت لا توفر ما يتبقى لك بعد الإنفاق أنت يجب أن تقرر ماذا توفر لأنه من يحتاج أكثر للتوفير هو من لديه شح في الموارد هو يحتاج أن يؤمن مستقبله أو يحتاج أن يراكم مبلغ حتى يستطيع أن يبدأ مشروعه أو يبني بيت أو يتعلم يعني بغض النظر عن الغاية فبالتالي من دخله أقل ومن دخله محرض المخاطر أعلى ومن يحتاج للتوفير بالنسبة أعلى أنا لو كان لديه مصدر دخل ثابت أنا ضامن وضامن فاحتياجي للتوفير أقل لأنه أنا لديه ما يؤمن مستقبله في الحديث أيضا عن برنامج حياتي وبحسب إحصاءات للبانك نجح في زيادة نسبة الشمول المالي للمرأة الفلسطينية وقد تم منحكم جواز إقليمية لهذا الدور تعطينا فكرة شوية عن هذا الموضوع يعني لدينا الآن في البنك الوطني نسب حسابات السيدات إلى إجمال حسابات العملاء هي ضعف ما هو موجود في الجهاز المصرفي وهذا يعني أننا نستطيع أن هذه الحملة عندما تتحدث وتخاطب السيدات بمنتج مخصص لهم هناك نجاح وهناك قدرة على إقناعهم بالتعامل مع الجمهور ولماذا هذا موضوع مهم؟ وبالتأكيد كمؤسسة تجارية نحن نريد المزيد من العملاء لأننا بالآخر نريد أن نحقق أرباحا أكثر لكن على مستوى الاقتصاد عندما تتحدث عن تمكين المرأة اقتصاديا لها انعكساتها على المجتمع لأنه لا يمكن للإقتصاد أن يعمل بنص قوة العمل والعمل بالذات قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعني حجر زاوية فيه أن تكون قادر على الاستفادة من الخدمات المصرفية والخدمات المالية إجمالة ليس فقط المصرفية فبالتالي هذا المنتج نجحنا في البداية أن نطوره على شكل منتج جوفير ثم قمنا بتحويله إلى منتج شامل يشمل كافة أنواع الخدمات بحيث لدينا حساب جاري ولدينا بطاقة ائتمام حتى تفتر شكات بشروط خاصة للسيدات وشفنا قصص نجاح لسيدات فلسطينيات فعلا كان لهم بصمع من خلال برنامج حياتي نحن نتحدث عن أكثر من 100 مشروع حوالي 120 مشروع تم تمويلها من خلال بدون فوائد من خلال هذا البرنامج وهذه المشاريع خلقت فرص عمل للسيدات صاحبة المشروع وللعديد من السيدات وحتى ذكور الآخرين في مناطق ريفية في مناطق حتى بعيدة عن مراكز المدن ومشاريع إبداعية مشاريع صناعية زراعية غير الخدمتية أيضا فبالتالي هناك تم خلق مصدر دخل لبعض الأسر أو إضافة مصدر دخل إضافي لأسر وهذا بدفعنا للسؤال بشكل أو بآخر ربما تكون هذه المساهمة من البنك الوطني في إطار ما يسمى بالمسؤولية المجتمعية بشكل أو بآخر نتحدث عن المسؤولية الاجتماعية فيما يتعلق بالبنك الوطني وقديش بالنسبة لكم هذا البنك في عملكم مهم يعني ما نتحدث فيه خلال الأعوام الماضية المسؤولية المجتمعية ليست مجرد تقديم تبرعات أو رعايات لأنشطة معينة سواء ثقافية أو أعين إلا المسؤولية المجتمعية ده ما نقول أن البنك يمارس عمله بطريقة مسؤولة مجتمعية هي أنه يأخذ المصلح العامة ومسؤولية المجتمع بالاعتبار عند تصميم منتج أنه يمكن نحن نعتقد أنه يمكن القيام بأعمالنا بطريقة مسؤولية مجتمعية بمعنى أننا نستطيع أن نقدم خدمات تفيد المجتمع وتحقق الأرباح والديمومة استمرارية وهذا يحقق ديمومة واستمرارية وأثره أكبر بكثير من مجرد أن نقوم بتقديم نسبة من أرباحنا على شكل تبرع هنا أو هناك على الأغلب هي التدخلات إما تأخذ شكل التدخل الإهاثي بمعنى أنه هناك ظرف طارئ ونقوم ولا يحل المشكلة لكن يحقق مساعدة قصيرة الأجل وقصيرة التأثير أو أنه يستغل في نوع من أنواع التسويق للبنك وهذا ممكن ومن حق كثير من المؤسسات أن تعملوا لكن ما هو أثره طويل الأجل هو أن نغير في طريقة قيامنا بأعمالنا لتتناسب مع احتياجات المجتمع المحلي اليوم نحكي كمان أن البنك الوطني اللازال هو البنك الأسرع نموه في فلسطين نحكي عن هذه النقطة وشوي عن معايير أنه شوي عن الأسرع نموه في فلسطين كيف يتم تقييم هذا الاتجاه؟ نسب نموه في الجهاز المصرفي بالعادة تقاس إما بنسبة نموه الأصول أو بنسبة نموه الوداع بشكل أساسي يعني هاي المعاييرين الأكثر استخداماً وأكثر شيوعاً وعندما كنا نقول أن البنك الوطني كان الأسرع نموه لأنه هناك جهات متخصصات تنظر إلى نسب النموه في الجهاز المصرفي وترى ذلك في البنك الوطني في هذا العام العام وعام مميز للبنك الوطني لأنه تميز بأنه قمنا خلال الربع الأول باستكمال صفقة الاستحواذ على حصة مؤثرة أو حصة سيطرة في البنك الإسلامي الفلسطيني وبالتالي تضاعفت الميزانية المجمعة للبنك الوطني تقريباً إلى الضاعف في كل شيء نحن نتحدث الآن عن أصول تتجاوز 2.2 مليار دولار نتحدث عن قاعدة وداع تتجاوز 1.6 مليار دولار فنحن نتحدث عن مجموعة مصرفية كبيرة تشكل الآن ثاني أكبر بنك فلسطيني وثالث أكبر بنك عامل في فلسطين هذا يجعلنا مؤسسة أقوى الآن لدينا تنوع أكبر في الخدمات لدينا تنوع أكبر جغرافياً نحن سابقاً في الباك الوطني كنا نمارس نشرنا فقط في الضفة الغربية نظراً لظروف غزة البنكنا الشريكي الآن هو أحد البنوك الرائدة في غزة فبالتالي نحن نغطي شطري الوطن ونوفر خدمات بالنوعين خدمات المصرفية التقليدية زائد من خلال إسلام فلسطين توفر الخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة وبالتالي نحن نحقق تغطية أوسع للمجتمع الفلسطين في تحديات اليوم عم بتواجهكم كقطاع مصر في كبنك وطني يعني هناك تحديات بشكل مستمر نحن نعرف حجم المشاكل لتواجه الاقتصاد الفلسطيني التحديات المتعلقة بالانقسام بالاحتلال بالظروف القانونية بالإضافة لكل التحديات التي تواجهها الدول النامية الوضع الاقتصادي في قطاع غزة هذا العام كان أحد الضواغط على الاقتصاد بشكل عام زائد أنه بدأنا نلمست هناك بعض المؤشرات التي تتشير إلى ارتفاع مستوى المخاطر في بيئة العمد المصرف في فلسطين تم الحديث كثيرا عن نسبة الشكات الراجعة صحيح أعتقد أنه هذه قد تنعكس لاحقا حتى على نسبة تعثر لقطاع الأعمال وهناك أيضا التحديات أنه خلال هذا العام سيتم تطبيق معايير مختلفة معايير محاسبية مختلفة هناك ما هو مألوف لدى البنوك IFRS 9 أو المعيار المحاسب الدولي رقم 9 سيغير طريقة احتساب الخسائر والمخصصات على القروض والتسهيلات والأدوات المالية الأخرى وهو تحدي أمام جميع المصارف في العالم لكن في فلسطين بشكل خاص قد يكون له تأثير سلبي على أداء الجهاز المصرفي خلال العام 2018 وهذا متفعني للسؤال الأخير في هذا اللقاء الحديث عن استراتيجية البنك للسنوات القادمة وأيضا فيما يتعلق بتحديث التكنولوجيا الخاصة بالبنك والخدمات الإلكترونية البنك انتهى من تطبيق قطة الاستراتيجية السابقة في نهاية العام الماضي وقبل انتهاءها كنا قد وضعنا خطة للسنوات الثلاثة القادمة أساسها سيكون التركيز على التوسع في قطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأفراد من خلال تقديم حلول تكنولوجية متقدمة نحن اليوم كبنك وطني نتميز بصغر شبكة فروعنا بمعنى أن البنوك الأقرب لنا حجما تعمل بضعف تقريبا عدد الفروع وهذا جزء من سياسة البنك وننوي أن نستمر فيها نحن لا نريد أن نتوسع بالطرق التقليدية الفرع اللي بسموه بالفرع الطوب لكن اليوم هناك إمكانية لتقديم خدمات كاملة دون الحاجة إلى وجود فرع عن طريق الوسائل الإلكترونية القاعدة الأساسية لتقديم هذه الخدمات هي النظام البنكي الأساسي أو ما يسمى بالكوربانكينج سيستم ونحن انتهينا من تحديث هذا النظام في العام 2017 كانت عملية صعبة ومشروع ضخم وفي كثير من التحديات انتهى والآن نحن جاهزون لننطلق إلى تقديم خدمات أحدث ومتنوعة أكثر منها مثلا في نهاية العام الماضي نحن بدأنا بتقديم بانشاء مركز خدمات رقمي بمعنى أن أنت تستطيع أن تتواصل مع البنك من خلال الواتساب أو الفيسبوك أو أي وسيلة من التواصل الاجتماعي سستطيع تنفيذ استعلامات ولاحقا سستطيع تنفيذ عمليات على حسابك دون الحاجة للرسول ودون الحاجة للالتزام بساعات الدوام المصرفي نعم مدير عام البنك الوطني الأستاذ أحمد الحج حسن شكرا لك على هذه المشاركة شكرا إلى هنا نصر مشاهدينا إلى نهاية هذا اللقاء الخاص دمتم برعاية الله وإلى الله وطن منحازون للحقيقة